مرحب بحضراتكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من هذا الصباح يوم سعيدة إن شاء الله يكون كله أمل وعمل وبناء وتنمية بإذن الله لمصرنا الحبيبة نهاردة 19-12-2022 نتمنى بإذن الله يكون عام سعادة ويوم خير علينا جميعا بإذن الله خلينا نتكلم في الموضوع الأول مع قرب افتتاح المتحف المصر الكبير اللي يعد بمثابة الهرم الرابع في مصر الناشنجي جرافيك بتلقي الدوق طبعا على هذا الحدث الهام جدا بالنسبة للعالم الحقيقة ده هدية مصر لعالم كله طبعا نتكلم عن الموضوعات التي تحتوي الخاصة بالمتحف المصر الكبير وما يحتوي المتحف من أثار كبيرة جدا متنوعة طبعا لا ننسى إطلاق أن يكون في مكان خاص ومكان عرض لكل أثار الفرعون الصغيرة أو المجموعة اللي تم اكتشافها منذ فترة طويلة جدا للملك توت عن خامون المخبر طبعا للجميع هيكون في مكان مخصص لي بكل أثاره اللي تم اكتشافها خلال الفترة الماضية أكيد ده يكون نقلة حضرية في تاريخ الحضارة الإنسانية ككل وأكيد الجميع منتظر افتتاح المتحف المصر الكبير بإذن الله يمكن خلال أيام وأشهر قليلة جدا هنكون أمام حدث كبير جدا بإذن الله نروح لكمان بالأمس كان فيه انطلاق لفعاليات المؤتمر الإسكان السابع بعنوان نحن مدن دكية مستدامة طبعا بحضور عربي وتحترعية جامعة الدول العربية وتحترعية الرئيس عبدالفتاح السيسي الحقيقة تكاتف عربي كبير جدا في مجال البناء والتنمية ومجال المدن الدكية يكون فيه أكواد خاصة للبناء وبذات الكود المصري اللي أصبح موجود ومعترب به دوليا بتحاول مصر أن تساعد الدول العربية والإفريقية أن يكون عندها أكواد ممثلة عشان نعمل مدن دكية متشابهة ومتواصلة ما بين كل المدن العربية كمان بالأمس أكيد السحرة المستديرة كان لها دور كبير جدا وتوقفنا كثيرا أمام مطش فرنسا والأرجنتين المطش اللي كان يمكن أشبه بحلبة كروية وصرع كروة كبير جدا ما بين الفريقين الأكبر في العالم الأرجنتين وفرنسا ما كانش حد عارف لآخر ثانية من الفريق اللي ممكن يفوز لآخر ثانية فرنسا بتقاتل لكن ابتسمت ضربات الحظة زي ما بيقوله للمنتخب الأرجنتيني اللي يتوج بالنجمة الثالثة في تاريخه مصرته الكروية وطبعا ليون الميسي اختتم مصرته الكروية بشكل كبير وبشكل طبعا هيكون هو الأبرز في العالم وتحقيق كبير جدا الانتصار كان بيحلم به منذ زمن طويل جدا حيب طولة قطر كانت من البطولات البرزة جدا البطولة الاثنين وعشرين في عمر كرة القدم العالمية أو الحدث الأبرز وطبعا كأس العالم كانت نسخة مهزة بكل تفاصيلها في الحقيقة كمان عندنا رئيس الوزراء بيسترد جهود تيسير نفاذ الصدرات المصرية الأسواق الخارجية وحياة كريمة توقع بردوكول تعاون مع مجموعة نيو ايجيبت الدولية خلينا نخرج لفاصل قدر رياضي ننشط بنفسنا على الصبح ونرجع لحضركم مرة تاني مع أبرز الأخبار لبقى دمان ابقوا معنا يا صباح الفل اليوم سوف نقوم بمجموعة التمارين سوف نقوم بمجموعة التمارين اليوم سوف نتحدث عن مفصل مهم جدا وهو مفصل الرجبة مفصل الرجبة من المفاصل التي تعمل على لان وموشن واحد او في اتجاه واحد يعني انظر أن المفصل تريد أن تحرك عليه يبدو أن يتحرك لأدام او وراء لكن لا يتحرك مثلا يمين او شمال او لا يستطيع أن يعمل دواير المفصل او المفاصل التي يمكن تساعده في هذه الحركة لو بدأت أن أعمل رجبتي بالشكل الحركة اللي بتحصل دلوقتي مش من الرجبة الحركة بتحصل من مفصل الفل فتعالوا الراجع كده المفصل ده هو بيشتغل مع العمل ازاي هنلاقي الحركة الوحيدة اللي هو بيقدر يعملها هي حركة الثاني والمادة او او لما بتدي ان انا قتني في الاتجاهين دول هل المفصل بيعمل حركات تانية او بيعمل حركة تانية اسمها والحركة لا يعملها إلا لما تكون الرجبة متنية يعني لو انا تانيت رجبتي بالشكل ده وبدأت ان انا لفت تجلية بالشكل ده هلاقي في عظمة هنا فهنا بيحصل حركة بسيطة في مفصل الرجبة الحركة دي هل اقدر اعملها وانواقف كده اقدر اعملها من مفصل الرجبة مستحيل الحركة دي لو ابدأت ان اعملها بفارد رجبتي لا تحصل الا من مفصل الفغز اذا فمهم جدا ان انا بقى فاهم التكوين التشريحي من المفاصل بتاعت جسمي وماذا انا اقدر اتعامل معها وامتى هي بتتحرك وبتتحرك في اوضاع عاملة ازاي فا اذا انا رجبتي هقدر اعمل الحركة دي وانا فارد مش يحصل اي حركة غير الفرد والتاني اللي في اتجاه واحد اذا فالمفصل ده من المفاصل المحدودة شوية في الحركة والليليه طبيعة في الحركة النقطة التانية المفصل ده من المفاصل اسمها الهنج جوينس دي تشتغل على اكس واحد ويحصل فيها جسمها او تقفل الاخر فطبعا لما انا اكون قافل عظمي للاخر بالشكل ده ممكن يحصل احتكاك للأسطح بتاعت العظام وده ممكن يحصل يعمل تآكل فيه فنجعلنا ان احنا دايما من نبقاش محملين على المفصل النقطة التانيين رجلنا سنة بسيطة ده ممكن يتعب عضلاتنا اكتر لكن ما فيش مشكلة من تعب العضلات لان ده هيبربها انها تكون احسن لكن لما تعب العظم ده بيبتدي انه يحصل فيه تأكلات والحكاية ده بقى ممكن تاخد معنا وقت طويل جدا وممكن يبقى ليها تباقيات ومشاكل فبالتالي دايما ما تعودش ان انا اقفل المفصل بتاعي للاخر سواء كان بحمل او حتى وانا واقف بشكل عادي حاجة تانية ان المفصل ده بيبقى فيه في تكوينه مجموعة من الحكاية مثل الغضاريف عندنا فيه حاجة مشهورة جدا اسمها الغضروف الهلالي وفيه منهم اتنين في الرجبة واحد داخلي واحد خارجي والغضروف عبارة عن مخدة تمتص الصدمات او تمتص وزن الجسم لكي تحافظ على حركة الامبكت او حركة الاستضامة اللي تحصل من حركة المشي او الجاري او النط او الحركات الطبيعية اللي انا بعمل طيب مهم جدا ان انا اتعامل مع الرجبة بشكل صحي واامل لان لو ضغطت على جنب اكتر من الثاني ممكن يبتدي انه يخلي فيه جنب اضعط من الثاني او غضروف اضعط من الثاني مشاكل على الناس فبالتالي نتأخذين بالنا ان انا رجبتي الوزن او الحمل اللي حاصل عليها مايبقاش في جنب اكتر من الثاني فنراجع حركاتنا نبتدي ان نشوف مثلا هل انا بسام بادوس على رجلي ورجبتي متنية بوانا رجبتي معوجة بات اسند على رجلي اكتر من الثانية رجلي مايبقاش في الوضع السليم كل التفاصيل دي نبتدي ان احنا نرجعها في اللايف ستايل بحيث ان احنا نستخدم رجبتنا بشكل صحيح حاجة تانية في اربطة اربطة بقى في اتجاهات مختلفة زي الربطة الصليبي زي الاربطة الجانبية الامامية هذه الأشياء يمكن ان تقوى كيف نستخدم الحركة المفصل في اكتر من اتجاهات ومن الممتازة جدا والهائلة جدا ونستخدم معها بعض الحركات التي نستخدم قوة الربطة ونقويها لو اعملت على نصف الكرة التي نستخدمها هي نصف الكرة فهي لا تكون سابتة فلو ابدأت ان افعل حركة مثل هذه انا دلوقتي اعمل مجهود كبير جدا لان ابدأ ان اثبت لحظات على الكرة المجهود ده بيحصل اكتر بيكون حاصل في الرجبة لان احاول اكترول بالنحية اليمين ونحية الشمال وقامه وورا ان اتوازن لان اقعش من الكرة احاول اثبت فهي مجهود كبير جدا على الرجبة في اتجاهات مختلفة لان ابدأ ان اقوي الاربطة والعضلات اللي حوالي ابدأ ان ابدأ على الرجل التانية حاجة من الحاجات البسطة جدا لان اقبنا ان نخففه قليلا او نسهله قليلا ابدأ ان اعمل نفس التانية وارجع جدا كلما بقلل بيئة التوازن كلما بيخلي المجهود اللي بيحصل على المفصل يكون اكبر والعضلات اللي حوالي يا رب نكون اتكلمنا النهاردة بحاجات مفيدة لنا ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله مرحب بحضراتكم جديد مرحب بحضراتكم جديد موشين الكرام وبنبدأ اخبارنا المقودة معانا النهاردة قال وزير تموين دكتور علم صلحي انه سيتم تشكيل لجنة عالية تضم اتحاد الصناعات والغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك لوضع سعر عادل لبعض السلع الاستراتيجية الاساسية واليصل عددها لما يقرب من 10 ل 15 سلع اساسية خلال اجتماع مع قلاء الوزارة ومدير المدريات على مستوام حوضات الجمهورية اشار الوزير لان التسعير سيتم وضعه طبقا لتكلفة الانتاج والمدخلات الخاصة بالسلع الاسعار العادلة للسلع الاساسية او قانون الاستراتيجية احنا ما بنحددش اسعار ليست تسعيرة جبرية تسعيرة جبرية النهاردة موجودة فقط في الرز في فترة ترانزيشن ليه الاسبوعين من الاربع للاربع الجاي ده اللي بعدين بحيث بنوجه الناس لابد من احترام والالتزام بوضع الاسعار على السلع ايا كانت السلع في جميع المنافذ التي يتعامل بها المواطن مع بياع بهدف دعم الباحثين المصريين وتأهيل المؤسسات البحثية للتصنيف العالمي في البحث العلمي بحث الدكتور ايمان عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع احدى كبرى دور النشر العالمية عوجها التعاون في نشر الدوريات الاكاديمية متابعة التقبل محضورتكم تعزيز التعاون بين مصر واحدى كبريات دور النشر العالمية التي تختص بالنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليا على الساحة الاكاديمية جاء مترجما في هذا اللقاء بين وزير التعليم العالي ومثل دار نشر السفارة العالمية في اطار من التعاون لتطوير تقييم الجامعات والمراكز البحثية المصرية عبر مشروع منصة البيانات الضخمة فضلا عن توفير امكانية النشر للباحثين المصريين كيفية دعم الباحثين في الموضوعات الجديدة من خلال تكنولوجيا البحث العلمي الحديثة من خلال ربط تخصصات المختلفة بتخصصات بينية او من خلال موضوعات بحثية تحتاجها الدولة في الفترة القادمة وبالطبع من الموضوعات الهمة ازيدا هو تصنيف المراكز البحثية نحن نعلم تماما ان هناك تصنيف للجامعات اليوم احنا نقشنا عمل تصنيف موازي للمراكز البحثية بغرض دعم هذه المراكز وتتنافس في سبيل الحصول على جودة عالمية ممثل دار النشر العالمية اشار العمق التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والتي اهلت عديد الجامعات في مصر لان تتقلد مراكز متقدمة على مستوى العالم مصر لديها تاريخ رائع في المجالات البحثية هناك اكثر من عشرين جامعة مصرية تم تصنيفها من افضل الجامعات على مستوى العالم وهو امر رائع للغاية نسعى دوما لربط فكرة البحث العلمي بالسوق العالمي مثل ما حدث خلال ازمة كورونا والتي تعاملت مصر معها بفكر وادارة جيدة مجالات عدة تقدمها دور النشر العالمية للبحث العلمي المصري وبخاصة المرتبط بشكل غير مباشر بقطاعات كبرى قومية كقطاعات الصناعة وغيرها والتي تعود نفعا على الاقتصاد القومي لما اقول السنة اللي فاتت فقط اكثر من ستمائة الف مقال علمي وبحسي تم نشره في ماتين خمسة وسبعين مجلة علمية تقريبا تمانين او تسعين الف باحث مصري بهدف التعرف على اوجه التكنولوجي الجديدة في البحث العلمي زي ما قلت لحضراتكم اللي هو الابحاث المرتبطة بالتخصصات المتعددة او العابرة للتخصصات بشكل مباشر وغير مباشر يؤثر البحث العلمي على قطاعات عدة في اي دولة وعلى رأسها قطاع الصناعة ومن ثم الاقتصاد الوطني والقومي للبلاد ومن هنا تحرص مصر على التعاون مع منظمات مهمة في هذا المجال وعلى رأسها منظمة السيفير لتوفير فرصة اكبر للبحث العلمي على خريطة البحث العلمي الدولي صار متولي النيل نظمة جامعة القاهرة ممثلة في حدث منهضة العنف ضد المرأة حفل ختم فعليات حملة 16 يوم العالمية لمنهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتي تهدف لدعم وتمكين وحماية المرأة من جميع اشكال العنف ضدها والمساهمة في تنفيذ محور الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالنهوض بالمرأة 2030 نتابع هذا التقرير ما حدثكم 16 يوما دشنت فيها جامعة القاهرة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والتوعاوية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والتي اختتمت فعالياتها اليوم وذلك تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة المصرية ونبذي كافة صور وممارسات العنف ضدها اليوم هو اليوم الختامي لحملة 16 يوم لمكافحة العنف ضد المرأة بنحتفل فيه ليس مجرد احتفال وانما هو مناسبة جديدة لنشر الوعي بمكافحة التحرش ومكافحة العنف ضد المرأة كان فيه عزوف شوية من المرأة في الإدخالات في العمل احنا عاوزين ان احنا نكون نوجه بقى المرأة ان يبقى فيه نشاط اقتصاد يجيها وتمكين اقتصادي كبير استهدفت الندوة ابراز كافة صور واشكال انتهاك حقوق الفتيات والمرأة وآلية التعامل معها باعتبار ان تلك الاساليب هي انتهاك صارخ لحقوق الانسان في سبتمبر 2021 تم تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهي رؤية مصرية ذاتية لدعم ملف حقوق الانسان ويعني تعبير عن ايمان الدولة المصرية باهمية هذا الملف الهام جزء مهم جدا من القضايا اللي بتتبناها الدولة المصرية في اطار هذه الاستراتيجية عضيتها والمرأة فاحنا بنعمل جلسات توعية وتدريبات ازاي انا لو تواجهت موقف عنف اتصرف ازاي الحاجة التانية المحور التاني اللي بنشتغل عليه هو الدعم النفسي والقانوني وفي نهاية الاحتفال تم التأكيد على اهمية نشر الوعي حول قيم المساواة وتعزيز الوقايا والحماية للمرأة احتفال جامعة القاهرة باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والذي يأتي لتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للمرأة والفتيات حتى يتمكن من اداء ادوارهن بصورة افضل تجاه مجتمعهن واسرهن فدائما ما تؤكد المرأة المصرية بانها قادرة على مواجهة التحديات وصنع مستحيل من جامعة القاهرة احمد سعد الدين النيل تحية بالامس اسد الاستطار على بطولة العالم قطر 2022 البطولة الابرز في تاريخ البطولات العالمية الخاصة بكرة القدم 22 الماضين اعلن امير قطر الشيخ تميم ابن حمد آل ثاني ان بلاده وفت بما تعادت به بتنظيم وكأس العالم بصورة استثنائية في كرة القدم معربا عن شكري لكل من ساهم في نجاح هذه البطولة وبرك امير قطر في بيانه على تويتر لمنتخب الارجنتين بفوزه بكأس العالم 2022 والمنتخب الفرنسي بوصفة البطولة كما تقدم بالشكر الجزيل للمنتخبات المشاركة والجماهير التي شجعتها الحماس والاتحاد الدولي لكرة القدم في ذات السياق حقق منتخب الارجنتين فوزه ببطولة قطر 2022 بعد مباراة ماراثونية استمرت لمدة 120 دقيقة وانتهت طبعا بضربات الحظ الترجحية التي ابتسمت بشكل واضح وبشكل صريح للمنتخب الارجنتيني وتغلب على فرنسا بنتيجة طبعا 4-2 في ضربات الترجح وتقدم جونال ميسي بالهدف الأول في الضقيقة 23 وأضاف الزميله أنخل ديماريا الهدف الثاني في الضقيقة 36 وطبعا رجع مرة أخرى وأحرز جونال ميسي هدف في الضقيقة 108 لكن تم تعويض ثلاثة أهداف هاتريك من دامبلي وبهذا الفوز بيحرز منتخب التانجو اللقب الثالث له في كأس العالم بعد أن إحرازه مرتين سابقتين في عام 78 وعام 86 كان حاضر المباراة بالأمس الرئيس ماكرون الرئيس الفرنسي اللي قال عقب هزيمة فريقه برقرات التركيح أمام الأرجنتين في نائك أس العالم أنه يشعر بالفخر بفريق بلاده طبعا والروح الوطنية اللي بدت واضحة جدا لدى الفريق وطبعا نزل أرض الملعب بالأمس الرئيس ماكرون وكان بيواسي اللاعبين بشكل واضح جدا سنرى التصريح الخاص به أود أن أقول لكل من يستمع إلي الليلة هو يشعر بالحزن أنني أشاركهم هذا الشعور ولكن يمكن لنا أن نشعر بالفخر بهذا الفريق يجب أن لا ننسى ذلك وبأنهم أظهروا ما نؤمن به بأن لدينا القدرة على النهوض وتحقيق ما لا يمكن تصوره بأن نكون متحدين وأن يكون لدينا مواهب عبقرية أقدم التهنئة لفريق الأرجنتين لأنه شعب من الرياضيين العظماء وبلد قروي عظيم أقدم التحية للأرجنتين وشعبها ونقول لأنفسنا نحن نشعر بالحزن الليلة ولكن علينا أن نفخر بفريقنا في المعسكر الأخر بالأرجنتيني كتبت نائبة الرئيس كريستينا فرنانديز على تويتر تقول أنها تتقدم بشكر الجزيل لفريق بلادها للعبين والمدربين على السعادة الكبيرة التي غمروا بها الشعب الأرجنتيني اللي بالأمس لم يهدأ ولم ينام وتقدمت بتحية خاصة لقائد الفريق لينا الماسي اللي قالت على حسب تصريحاتها أنه فاز بقلوب الأرجنتينيين نروح لقطر برضو قيمت في قطر بطولة كرة اليد للهجانة وهو مزيق فريد من نوع بيجمع بين سباق الهجن ولعبة كرة اليد كنوع بالتغيير عن الأجواء الاحتفالية بكرة القدم خلال بطولة كأس العالم اللي اختتمت بالأمس الأحد نتابع هذا التقرير مع حضركم مع ختام بطولة كأس العالم لكرة القدم كان لدى المشجعين رياضة جديدة لمتابعتها في بلدة الشحانية التي تقع خارج العاصمة القطرية الدوحة سعى حدث الهجن وكأس العالم 2022 إلى استعراض بعض أوجه التراث الثقافي القطرية من خلال بث روح جديدة في سباق الهجن وكانت كرة اليد للهجانة وهي مزيج فريد من نوعه يجمع بين سباقات الهجن ولعبة كرة اليد تغييرا عن الأجواء الاحتفالية بكرة القدم خلال البطولة التي استضافتها قطر أنا سعيد للغاية لأنها تجربة جميلة على الإبل كرة يد على جمل هذه تجربة جيدة وكان المشاركون يلعبون على أرض خرصانية وارتدوا خوزات لحمايتهم إذا سقطوا وتنطلق اللعبة بفريقين يتكون كل منهما من ثلاثة جمال وهي مؤلفة من شوطين مدة كل منهما 15 دقيقة وتنافس في المباراة لافتتاحية فريق مثل المنتخب القطري أمام آخر كان يمثل إفريقيا بينما شهدت مباراة أخرى مواجهة بين فريق أسيا ضد مجموعة من الهوى نروح لسلفادور حيث استردت 12 قطع أثرية تعود لما قبل الحضارة الإسبانية كانت في الولايات المتحدة الأمريكية لقرن بعد أن أخذها زوجان زا إيران حسب ما ذكرت السلطات ومضيف أنها ستكون جزء من التراث الثقافي للبلاد تم عرض القطع الأثرية الخزافية في سان سلفادور بعد تورع المواطن الأمريكي يضع بيل بلويس بأكثر من 100 قطع أثرية إلى الحكومة المكسيكية وقد تم تحديد القطع السلفادورية من بينها عدد طبعا من الأثار وكان قد سافر أجداد لويس من حوالي 100 عام لأمريكا الوسطى وأخذ القطع الأثرية كتذكار من واقع أثري وتعود القطع إلى ما بين 500 عام قبل الميلاد 1521 ميلادي وقالت وزيرة الثقافة السلفادورية أن القطع لا تقدر بثمن لهوية البلاد والتاريخ نروح لخبر آخر بتضيئ زينة عيد الميلاد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية في الوقت الذي تحتفل به المدينة بموسم العطلات تلقى تسع مجموعات من التركيبات الفنية المستلهمة من العطلات عبر الحي الخامس وانزلق المتزلجون على الثلج نحو شجرة الكريسماس المبهرة لمركز روكفلر واللي يبلغ طول شجرته البلاد للفصيلة السنوبرية 25 متر المزينة بأكتر من 50 ألف مصباح إضاءة متعدد الألوان و70 مسمار مغطى بـ 3 مليون باللورة وموضع في قمتها نجمة كريستال من سوارفاسكي بتزن حوالي 408 كيلو جرام وأضاف متاجر منهات متعددة الأقسام البهجة مع تقليلهم السنوي لنوافذ معرضاتهم الإبداعية والابتكارية ترح في مزاد الدمية الخاصة بالكأن الفضائي في فيلم آي تي بعد 40 عام مع الفيلم الشهير المخرج ستيفن سبلارج ترحت دار جوليانز أكونشيونس للمزادات الدمية الألية اللي يبلغ طولها متر واحد فقط مقابل السعر تقديري يتراوح بين مليونين و3 مليون دولار وتمثل الدمية الصغيرة ذات الإطار المصنوع من الألمنيوم والكابلات المكشوفة تحفة هندسية صغيرة إذ تتألف من 85 مفسرا ميكانيكيا بيتيح تحريك الأنف والعينين والجفون والرقبة والذراعين هو ما يكفي لدخل حياة بهذا المخلوق الفضائي اللي أثرت قصته صداقة مع شخصية طفل إيلوت والعالم بأسره وضم المزاد اللي أقيم عبر الإنترنت حوالي 1300 قطع برزة مأخوذة من أعمال سينمائية عرضت خلال العقود الماضية كما ضم فستين عدة للأيقونة مارلين مورلو والعاصر اللي استخدمها تشارلتون هاستون في فيلم دات تين وإحدى مكان الساحرة اللي ظهرت من سلسلة هاري بوتر بالإضافة لهذه القطع المميزة طرحة في المزاد أيضا عدد من الأعمال لمارفل وستار وورز والترميناتور طبعا من بينها القناع الشهير لفيلم داماسك المطروح بسعر حوالي 1000 دولار طيب ده كان استعراض سريع لبعض الأخبار اللي موجودة معنا نروح بقى نشوف أخبار الرياضة وأخبار الكرة والملاعب مع الزميلي شهاب شعلين بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر